السلام عليكم ويعطيكم العافية للتوجيه معكم الأستاذ منير قاعدة الوحدة السابعة اللي هي المجهول غير الشخصي طيب كيف بدي أميز السؤال بالامتحان راح يجيب لي إما believe أو think أو prove أو say أو assume أو claim أو كلمة no طيب الآن خلينا نشوف القاعدة الأولى بتحكي لك إذا كان في عندي verb 1 راح أنزل it is زائد verb 3 خلينا نشوف they say that English is not an easy subject هم يقولون أن اللغة الإنجليزية ليست مادة سهلة طبعا هو الحالة الأولى راح ينزل لي it طيب الآن خليني أطبق it مباشرة راح تاخد is بس طبعا طلحون say حي say تمام طيب شمالها say verb 1 إذن راح أنزل أول شي حسب القاعدة it is وverb 3 لsay بيصير said that English إلى آخر الجنة طيب بيحكي لك people thought that علي studies English بيحكي لك الناس اعتقدوا أن علي يدرس اللغة الإنجليزية إذن أول شي في عندي thought هذه ماضي think تمام إذن على هاي القاعدة اللي هي الimpersonal passive طيب thought شمالها thought verb 2 إذن على أي قاعدة على هاي القاعدة يلا نزلوا لي it معناته الموضوع سهل بدي أنزل was التصريف الثالث من thought يبقى كما هو thought that علي إلى آخر الجنة طيب بيحكي لك experts have proved that reading is good إذن في عندي هون proved معناته على قاعدة الimpersonal passive طيب عندي have proved معناته عند القاعدة الثالثة اللي هي have زائد verb 3 يلا نطبق القاعدة بيحكي لك أول شي بننزل it هو طبعا بالامتحان بيكون منزل لكيها لو مش بنزل لكيها لا طبعا راح يكون منزل لكيها لأنه في الطريقة الثانية بده يكون منزل الفاعل بهذا الشكل تمام فرح يكون منزل لك ال it أو رح يكون منزل لك الفاعل على الطريقة الثانية it has been الآن verbi 3 من proved proved أصلا هو verbi 3 جاهز it has been proved that reading is good إلى آخر طيب تعال نروح علي بعدها وطبعا سهلة ما فيه إشي فيها صعب بيحكي لك scientists believe that learning languages is very interesting العلماء يعتقدون أن تعلم اللغات هو مهم جدا الآن يلا believe معناته على the impersonal passive هاي عندي أنا believe شو ما لها believe verb one إذن verb one يعني معناته على هاي القاعدة يلا learning languages تعلم اللغات مفرد ولا جمع لا مفرد دائما يكون عندي ing بعدين جمع هون بيكون من عامل معاملة مفرد تعلم اللغات حتى بالعربي تعلم اللغات هو ما بنجمعها طمام إذن learning languages تعلم اللغات رح عندي إما is أو r مفرد حكينا is طيب learning languages الآن بدي أنزل verb three التصريف الثالث من believe هو believed نعطي إيدي بس الآن بعد التصريف الثالث بيحكي لي بدي أنزل two فمعناته بدي أشطب that رح أشطب that is believed to طيب learning languages رح أشطبها لأنه هم منزلوا ليها أول إشي طيب الآن في عندي is is بدها ترجع تصريف أول شو التصريف الأول is اللي هو المجرد تباحة be to be very interesting فيها تفاصيل أكتر ولكن سهلة مع الممارس طيب بيحكي لك drivers think that mercedes are very expensive cars يعني السائقون يعتقدون أن المرسيدس سيارات المرسيدس هي سيارات expensive غالب طيب الآن نزلنا المرسيدس طبعا هو دائما رح ينزل لك الفاعل اللي بعد ذات مرسيدس طيب جمع ولا مفرد جمع طيب قبل ما نروح على الجمع والمفرد في عندي think معناته على قاعدة impersonal passive طيب think verb 1 إذن على هاي القاعدة مرسيدس اللي هي سيارات المرسيدس جمع ولا مفرد جمع فرح تاخد are التصريف الثالث لthink thought ذات اللي نشطبها بتصير two مرسيدس اللي نشطبها لأنها صارت أول شي الآن الare من رجحها مجرد اللي هي تصريف بي كمان تعرف البي بتاخد am و is و are و was where فمن رجحها to be very expensive cars طيب قبل ما نروح على الثالثة خلينا نروح على الخامسة لأنه على هاي القاعدة بيحكيه لك experts have proved that exercise is good لاحظ أنه في امتحانات الوزارة وكل الأسئلة اللي جابوها دائما بعد الذات رح ييجي مضارع تمام؟ هاي آخر حالة من الحالات اللي راح نحلها هلا بعدين راح ناخد تركات انه بيجيبوا بعد الذات فعل ماضي ولكن عمرها ما جابوها في الوزارة لكن راح ناخدها احتياط خلينا نحل الآن آخر حالة طيب experts have proved have proved يعني ما نعطيه على هاي القاعدة have has verb 3 تمام؟ طيب يلا وعندي proved دليل انه هاي تتكلم عن impersonal passive يلا exercise مفرد ولا جمع مفرد ما فيه has فرح تاخد هاس تمام بعد الهاس شو بدي أنزل بدي أنزل بين بعد الهاس شو بدي أنزل verb 3 شو الverb 3 من approved approved نفس ما هو الذات بدي أشطوها تمام؟ الexercise بدي أشطوها لأنها نزلت أول إشي الآن الهاس شو بدي أنزل طبعا تو حسب القاعدة تو بدي أرجحها مجرد الهاس to be good جميل جدا طيب نروح الآن للثارثة بيحكي لك they proved that reading improved our skills يعني هم أثبتوا أن القراءة حسنت مهارتنا لاحظ أنه هون أجد verb 2 تمام؟ عادة هي دائما 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 بتيجي verb 1 verb 1 على السريع بنطبق على القواعد الموجودة طيب الآن they proved approved هاي proof معناته على impersonal بس في شمالها verb 2 معناته رح نطبق عليه قاعدة الverb 2 طيب يلا خلينا نطبق reading القراءة مفرد ولا جمع؟ مفرد فرح تاخد was where للجمع أيوة reading was الآن بعد الwas بدي verb 3 شو الverb 3 من prove؟ نفس الشيء الذات بتصير الذات بتصير 2 الreading شطبناها لأنها نزلت أول إشي والذات شطبناها وصارت 2 الآن بيحكي لك إذا كان هون بعد الذات عندي verb 2 فراح تصير have verb 3 رح تصير have هاي نحط إيك سهم راح تصير have زائد verb 3 تمام؟ إذن to have improved سهلة جداً يعني ما فيها إشيء بس مثل ما حكيتكم ما عمرها أجد في الوزارة ولا حتى موجودة في الكتاب أصلاً لكن من التركيات اللي ممكن يسلخوكم ياها يوم من الأيوم طيب الآن نروح علي بعض بحكي لك doctors have known that exercise were very good doctors have known that exercises were very good طبعاً أنا مشتركي لها فراغ فراح نحلها تحت طيب هون راح نزل لي exercises إنها بعد الذات يلا doctors have known ما نعطوا على أي قاعدة have known على القاعدة have أو has زائد verb 3 الآن exercise جمع ولا مفرد جمع فراح تاخد have have بعد الhave been التصريف التالت من known known تمام؟ إذن that بدأ تصير to الآن exercises نزلناها أول شي where بدأ تصير have زائد verb 3 بننزل أول شي الhave تصريف التالت من where been to have been very good very good يعطيكم العافية طلاب توجيهي 2005 هيك إحنا إن شاء الله منكون حلينا كل الحالات اللي بتيجي بالكتاب والتي بتيجي بامتحانات الوزارة ضفنا عليها حالة ما بتيجي بامتحان الوزارة لما يكون هو بعد الذات vertu طبعا في حالات أخرى أنا ما حليتها على الورقة مثل ما انتم شايفين هي حالات عكسية ما بدي الآن أشوشكم فيها إن شاء الله ممكن ناخدها في الأيام القايدة كتمارين إضافية عشان في حال لا سنح الله إجت هاي الحالات العكسية وما أظن إنها تيجي والعمرها راح تيجي لهي موجودة في الكتاب والعمر إجت في امتحانات الوزارية ولكن اللي بيحب يعني إنه هو يسكر العلامة كاملة ويكون على احتياط من أمره راح نشرحها في الأيام القادمة إن شاء الله لا تنسوني من صالح دعاكم السلام عليكم ور رحمة الله وبركاته